أددت وثيقة ديمستورا على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو أساس المحادثات الجارية وذكرت أن القرار الدولي يتضمن تشكيل حكم موثوق شامل غير طائفي وجدول زمني لصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت رقابة الأمم المتحدة قدمت وثيقته مقاربة جديدة تقترح بحث مسائل التفاوض الثلاث الإدارة الدستور الانتخابات بالتزامن رغم أن قرار مجلس الأمن ينص على تشكيل حكومة انتقالية أولا تقوم لاحقا بتولي بحث مسألتي الدستور والانتخابات كما بيّنت الوثيقة أن المحادثات ستكون من جولتين لفتت الوثيقة إلى أن ديمستورا مستعد للمشاركة بشكل مباشر في المحادثات وذكرت أنه يمكن مناقشة وقف إطلاق النار ومكافحة الإرهاب وتدابير بناء الثقة في حال طلبت أطراف المفاوضات ذلك